السلام عليكم مالك ابن نبي فيلسوف الحضارة والنهضة مقال بقلم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني من موقع اسلام ستوري قصة الإسلام ميلاد مالك ابن نبي ونشأته هو مالك ابن عمر ابن الخضر ابن مصطفى ابن نبي ولد في مدينة تبسة أو تبسة التابعة لولاية قسنطينة شرقية جزائر في ذي القعدة 1322 هجري يناير 1905 ميلادي زمن الاحتلال الفرنسي لها وتأثر بأمه التي عملت بالحياكة وباعت بعض أثاث البيت لتعلم أولادها كانت تبسة التي قضى فيها معظم طفولته أقرب إلى البداوة وذات حضور فرنسي ضعيف فاستمر في تلقي الدروس في المساجد مع التحاقه بمدرسة فرنسية وقد تأثر بصديق له دائم الاستشهاد بآيات القرآن وتفسيرها تفسيرا اجتماعيا كما تأثر بأبناء مدينته المعتصمين بالإسلام والعربية حتى لا تذوب هويتهم في هوية المستعمر انتقل مالك بن نبي بعد حصوله على الابتدائية إلى قسنطينة ليكمل تعليمه وهناك تأثر بمعلمه الفرنسي مارتان في تذوقه للقراءة كما تأثر بمجلة الشهاب التي تصدرها جمعية العلماء المسلمين برئاسة عبد الحميد بن باديس مالك بن نبي وتكوينه الفكري طالع مالك بن نبي في تلك الفترة كتابين كان لهما أبلغ الأثر في حياته هما الإفلاس المعنوي هل هو للسياسة الغربية في الشرق لأحمد محرم الشاعر الإسلامي المعروف ورسالة التوحيد للإمام محمد عبده وساعده هذان الكتابان على رؤية أوضاع العالم الإسلامي في تلك الفترة كما قرأ كتاب أم القرى للكواكبي وتعرف على تلاميذ المصلح الكبير عبد الحميد بن باديس كما قرأ لعدد من الكتاب الفرنسيين وكان يتردد أيضا على إحدى البعثات التبشيرية الإنجيلية فتعرف على الإنجيل وناقش هؤلاء المبشرين في أدق الأفكار كان لهذه الثنائية الثقافية الإسلامية والغربية أثرها في تكوينه الفكري وانعكاساتها الواضحة في كتاباته التي تميزت بالمزاوجة بين المصدرين بين الانتماء لحضارة الإسلام والرغبة في التطور ثم سافر مالك في العشرين من عمره إلى باريس ولم يلبث أن رجع إلى الجزائر بعدما عانى البطالة هناك لكنه قرر مواصلة دراسته في فرنسا فوصل باريس في جماد الأولى 1349 هجري سبتمبر أيلول 1930 ميلادي واستطاع خلال فترة تواجده في فرنسا أن ينهل العلم من حقول متعددة ويسهم في الكثير من الفعاليات العلمية والثقافية ولكن تحطمت آماله عندما رفض طلبه دراسة الحقوق بمعهد الدراسات الشرقية فاتجه إلى دراسة الهندسة في هذه الفترة خاض مالك في باريس نقاشات كثيرة في العقائد مع المسيحيين وتزوج عام 1350 هجري 1931 ميلادي من امرأة فرنسية أسلمت على يديه واستطاع مالك أن يوسع شبكة علاقاته الفكرية والثقافية في باريس فالتقى هناك شكيب أرسلان وغاندي وصار له حضور متميز في أوساط المغاربة والجزائريين حتى لقب بزعيم الوحدة المغربية كما استطاع أن يقيم جسور التواصل والتعارف مع أبناء دول أخرى محتلة في سنة 1354 هجري 1935 ميلادي تخرج مالك بن نبي مهندسا كهربائيا وعندما عاد إلى الجزائر لم ترق له الحياة فيها بعدما تحولت عن زراعة القمح إلى زراعة العنب أو العنب الذي تصنع منه الخمور للفرنسيين المحتلين فقرر العودة إلى فرنسا عام 1358 هجري 1939 ميلادي وهناك تفرغ مالك بن نبي للعمل الفكري فعمل صحفيا في جريدة اللوموند وأصدر أول كتبه الظاهرة القرآنية ثم شروط النهضة سنة 1369 هجري 1949 ميلادي ووجهة العالم الإسلامي الذي عرض فيه مفهوم القابلية للاستعمار ولبيك وفكرة الأفريقية الآسيوية رأى مالك بن نبي في مصر التي احتضنت في تلك الفترة قضايا التحرر والعروبة أنها إحدى مواقع التغيير المهمة في العالم الإسلامي فنزلها وعاش فيها الفترة من 1956 إلى 1963 فأتقن العربية وحاضر في عدد من الجامعات والمعاهد وأصبح منزله أشبه بمنتدى فكري يرتاده المثقفون وأصدر أول كتاب باللغة العربية بخط يده وهو الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ثم كتاب تأملات في المجتمع العربي وكتاب ميلاد مجتمع وحديث البناء الجديد وتم اختياره مستشارا للمؤتمر الإسلامي بالقاهرة مالك بن نبي ونشاطه الفكري عاد مالك بن نبي إلى الجزائر سنة 1383 هجري 1963 ميلادي بعد استقلالها وتنقل في عدد من المناصب تركزت جميعها في حقل التعليم كما تركزت كتاباته في تلك الفترة على عمليات التغيير وإعادة البناء الاجتماعي في الدول الإسلامية وأصدر عدة كتب منها مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي والمسلم في عالم الاقتصاد ويوميات شاهد قرن مارس مالك بن نبي أنشطة ثقافية متعددة كان منها ندوته الأسبوعية التي كان يعقدها في بيته وكان يقصدها الشباب المثقف ومع استمرار هذه الندوات ونجاحها وتكريما لشخصية مالك حولتها الجزائر إلى ملتقا للفكر الإسلامي يقام كل عام في عام 1387 هجري 1967 ميلادي استقال مالك من مناصبه وتفرغ للعمل الفكري وألقى محاضرة مهمة في سوريا عام 1392 هجري 1972 ميلادي تحت عنوان دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين اعتبرها الكثيرون أنها وصيته للعالم الإسلامي قبل الموت مالك بن نبي ومنهجه العلمي والفكري كان مالك بن نبي مفكرا مبدعا وصاحب نظرية عميقة في البناء الحضاري وامتلكت أفكاره مكونات القوة بتركيزه على القضايا الأساسية والمحورية في العالم الإسلامي فاهتم بمشكلة الحضارة والنهضة والثقافة والاستعمار والتبعية فدرسها بكل أبعادها في كل مؤلفاته وأبدع فيها وطور بعض مفاهيمها وهذا ما جعله متخصصا في العمل الفكري وصاحب أفكار تتجاوز الحساسيات الطائفية والمذهبية وتتمتع بالانتشار والقبول إضافة إلى أن أفكاره غلبت جانب البناء على الهدم باعتبار أن ذلك هو الأصلح للأمة الإسلامية انطلق مالك بن نبي من فكرة محورية هي أن نهضة أي مجتمع تتم في نفس الظروف التي شهدت ميلاده وعلى هذا فإن إعادة بناء المجتمع المسلم الحديث لا بد أن تنطلق من الفكرة الدينية كأساس لأي تغيير اجتماعي لهذا كانت الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سورة الرعد الآية 11 نقطة ارتكاز مهمة في منظومته الفكرية ولمالك بن نبي مجموعة من الأفكار المهمة التي تبين منهجه الفكري ومنها فكرة الحضارة رأى مالك بن نبي أن الحضارة إنتاج بشري لذا فالتخلف الذي يعيشه المسلمون ينبع في الأساس من داخلهم ويعود إلى طبيعة تشكيل عقليتهم وشخصيتهم التي ترسبت فيها مفردات الثقافة السلبية وفرق بين المجتمع الفعال والمجتمع غير الفعال فاعتبر أن فاعلية المجتمع تنطلق من فاعلية الإنسان لهذا كان يقول إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ وشرط الفاعلية الأساسي عند مالك أن ينظر الإنسان إلى نفسه على أنه صانع التاريخ ومحركه فالتاريخ نتائج عملية وليس مقولات نظرية ورأى أن مشكلة المسلم أنه لا يفكر ليعمل بل يفكر ليقول ويتكلم وقد أندى ذلك إلى ضياع الاستفادة من المال والوقت والعلم مفهوم الحضارة عند مالك ابن نبي ينبني مفهوم الحضارة عند مالك ابن نبي على اعتقاده الراسخ بأن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارية ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها وانطلاقا من هذا الاعتقاد الراسخ بأهمية الحضارة وضرورة فقه حركتها منذ انطلاقتها الأولى إلى أفورها يحاول ابن نبي اعطاء تعريف واسع للحضارة يتحدد عنده في ضرورة توفر مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقسم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه وعلى هذا فكل ما يوفره المجتمع لأبنائه من وسائل تثقيفية وضمانات أمنية وحقوق ضرورية تمثل جميعها أشكالا مختلفة للمساعدة التي يريد ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه والعناصر الضرورية التي تتشكل منها كل الحضارات حسب مالك بن نبي هي ثلاثة الإنسان والتراب والوقت الأفكار الميتة والأفكار المميتة تحدث مالك بن نبي عن قضيتين خطيرتين الأولى تتعلق بالأفكار التي تعوق النهضة الإسلامية وسماها بالأفكار الميتة والأفكار المميتة ورأى أن الأفكار الميتة تسكن العقول ولا تدفع حاملها إلى أي مجهود أو نشاط فهي معلومات عقيمة متوارثة وهي أحد أسباب انحطاط الخط البياني الحضاري للأمة الإسلامية أما الأفكار المميتة فهي الأفكار التي تقتل الإبداع في النفوس بما لها من قدرة على الإخماد وكبح جماح العقول والهمم وهذه الأفكار المميتة تخلق العقلية الاستسهالية والتغيب القدرة التحليلية في فهم المشكلات المعقدة أما الفكرة الثانية فهي القابلية للاستعمار القابلية للاحتلال وهذا المفهوم يعد من أشهر مفاهيم مالك التي أبدعها إذ أدرك أن الأمة الإسلامية في خطر لا لأنها تحت الهيمنة الغربية ولكن لأنها فقدت كثيرا من الدوافع التي رفعت من شأنها في القرون الماضية وأصبح موقعها زمنيا في عهد ما قبل الحضارة فالقابلية للاستعمار هي جملة خواص اجتماعية تسهل سيطرة الغزاة على الأمة وتؤدي إلى استمرار الوضع المنحل للحضارة فهناك مجتمعات تعرضت للاحتلال العسكري لكنها مجتمعات غير قابلة للاستعمار مثل احتلال ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية وفي المقابل توجد مجتمعات لم تتعرض للاستعمار لكنها قابلة للاستعمار انتقد مالك فرض التسييس للنهضة الاجتماعية والنظر المتمحور حول دور السلطة في الإصلاح الاجتماعي ورأى أن هذين الخطأين كان من أسباب تأجيل عمليات النهضة الاجتماعية يعتبر مالك بن نبي ومدرسته من أكثر المدارس الفكرية التي كان لها تأثير واضح في تحديد وصنع ملامح الفكر الإسلامي الحديث خاصة أن هذه المدرسة اهتمت أكثر من غيرها من المدارس الأخرى بدراسة مشكلات الأمة الإسلامية انطلاقا من رؤية حضارية شاملة ومتكاملة فقد كانت جهوده لبناء الفكر الإسلامي الحديث وفي دراسة المشكلات الحضارية عموما متميزة سواء من حيث المواضيع التي تناولها أو المناهج التي اعتمدها في ذلك التناول وكان بذلك أول باحث حاول أن يحدد أبعاد المشكلة ويحدد العناصر الأساسية في الإصلاح ويبتعد في البحث عن العوارض وكان كذلك أول من أودع منهجا محددا في بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس والاجتماع وسنة التاريخ مالك ابن نبي يعد ابن خلدون العصر من الدارسين للفكر الإسلامي الحديث من يعتبر مالك ابن نبي ابن خلدون العصر الحديث وأبرز مفكرا عربيا عنيا بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون ومع أنه قد تمثل فلسفات الحضارة الحديثة تمثرا عميقا واستلهم في أحاين كثيرة أعمال بعض الفلسفة الغربيين فإن ابن خلدون بالذات يظل أستاذه الأول وملهمه الأكبر ومالك ابن نبي نفسه لا يخفي تأثره بفكر ابن خلدون ونظرياته حول العمران البشري بل أشار إلى ذلك في مواضع شتى من كتبه كما ذكر ذلك في مذكرات حياته شاهد القرن هكذا ظهر مالك ابن نبي وكأنه صدى لعلم ابن خلدون يهمس في وعي الأمة بلغة القرن العشرين فأظهر أمراض الأمة مع وصف أسباب نهضة المجتمعات ووضع الاستعمار تحت المجهر فحلل نفسيته ورصد أسالبه الخبيثة في السيطرة على الأمم المستضعفة وخاصة المسلمين ووضع لهم معادلات وقوانين الإقلاع الحضاري ولكن الأمة لم تقلع حضاريا وذلك إما لثقل حجم التخلف بين أفرادها ومؤسساتها وإما لضعف المحرك المقرر أن يقلع بها وإما لاجتماع السببين معا ومع ذلك فقد بقيت هذه المعادلات والقوانين نظريات مفيدة للمحركين الذين يهتمون بانطلاق المشروع الحضاري للأمة وفات مالك بن نبي توفي مالك بن نبي في الجزائر في الرابع من شوال 1393 هجري الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول 1973 ميلادي وهو في الثامنة والستين من عمره فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء آمين